المجلس الأعلى للإعلام كمان النهاردة ثم من شكل كبير جدا القرار اللي اتخذته الشركة المتحدة بخصوص إدارة وتشغيل قناتي الأهلي والزمالك وكان كمان فيه مناشدة وتذكرة وإعادة تذكرة من الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للنادين والنقاط الأستاذ كرم فكر بحاجة أعتقد أنها من البديهيات بس هو فكر بها النهاردة أو فكر منظومة الإعلام الرياضي بها النهاردة وهي أنه فيه توصيات اتفقنا عليها مرارا وتكرارا لكن فيه مؤتمر تم عقده بتاريخ 23 فبراير 22 المؤتمر أخرج مجموعة من المخرجات من ضمنها مجموعة ضوابط للعمل الإعلامي أولها ما يبقاش فيه تجريح شخصي ما يبقاش فيه انتقادات بتتكلم عن أشخاص ببساطة لأننا نتكلم عن نادي أكبر بكتير من كل الأشخاص احترام مشاعر الأطراف اللي بتتنافس والفرق واللعبين بديهيات الرياضة يعني وأيضا مساندة المنتخب المصري والأندية المصرية المشاركة في البطولات الدولية والالتزام بالكود الإعلامي الرياضي دي ببساطة الأمور اللي أعادت تذكرة بيها الأستاذ كرم جبر على كل حال سواء أعادت إدارة القنوات للنوادي التابعة لها أو بقى فيه إطار تنظيمي جديد يضمن ده فعندنا احنا كمان كمشاهدين ومتابعين قدرة على المساعدة في الضبط مش هادر أقول خالص إن الجمهور عايز كده خالص بالمناسبة جمهور الرياضة مش عايز كده جمهور الرياضة جمهور بيلجأ للرياضة والتشجيع عشان يمبسط وعشان يرتاح وعشان يخرج شحنة كده من التشجيع والانتماء يعني هي بالنسبة له تسلية وتسلية جميلة وإيجابية بالمناسبة لكن احنا نقدر نعتزل ما يؤذين أو نقدر نطلب وجوه إيجابية وبالمناسبة وحد فينا يفتكر إن ما عندناش محترفين في الإعلام الرياضي أو ما عندناش وجوه جيدة جدا تستطيع أن تمثل الإعلام الرياضي أعتقد إنه إعادة الإدارات مرة أخرى هتبقى فرصة حقيقة لمجالس الإدارة لإعادة تشكيل من يمثله تاني كتير قوي لما بيبقى من يمثلني عنوان بشكل أو بآخر لقناعاتي أنا الشخصية